عايزة أعرف منك يعني إيه أصلاً حياة صحية متكاملة؟ بسي أول حاجة مبسوطة جداً أنا معيك يا باريهان بجد برنامج جميل فأنا مبسوطة قوي تاني حاجة الموضوع بجد مهم قوي ليه بقى؟ دايماً لما بنقول حياة صحية الناس بيجي في دمخها على طول يلا قوم يلعب رياضة أو كل أكل صحي اللي هو شبه أكل المستشفات يعني الناس بتقول عليه كده الحقيقة أن الحياة الصحية فيها خمس حاجات تانية أو يعني دي تعتبر حاجة واحدة بس فيهم وهو مش أكل وحش ولا أكل مستشفات ولا حاجة هو أكل ممكن يبقى طعمه حلوة جداً ده غير أن فيه أربع حاجات تانين بيكملوا عوامل الحياة الصحية ودي مختلفة تماماً نقطة مختلفة لأن احنا دايماً فاكرين الحياة الصحية فعلاً دايت ورياضة بالزبط كده وتلاقي بأنه لا خلاص أنا شخص ما ليش في الرياضة أنا شخص أصلاً ما بيعرفش يمشي على ورق الدايت أو كده فأنا بعيدة تماماً عن الحياة الصحية دايماً الناس بتقول كده أو بعيد تماماً لكن فيه حاجات كتير أو يعني خلينا ناخد حاجة حاجة كده مثلاً هنلاقي أنه الصحة العقلية يعني الصحة العقلية بمعنى الزهن يكون مرتاح أو البال يكون مرتاح أن عقلي مرتاح لو أنا عقلي تعبان أو مرهق أو دايماً مشغول بالسترس أو أنه فيه ضغط عصبي علي فبالتالي جسمي هيبقى تعبان أوي ومش هبقى عايش حياة صحية طيب فيه عوامل أن نعيش حياة صحية زهنياً ولكن لو ما قدرناش لوحدنا طبعاً بنلجع لحد متخصص بس لوحدنا بتبقى قدر الإمكان البعد عن التوتر مش نقدر نقول حياة خالية من التوتر تماماً لكن هي بعد عن التوتر على قد ما نقدر وبيبقى فيه شوية تمارين كده ممكن تتعامل لأن الواحد دايماً يكون ذهنياً أريح وعايش في روحة بال يعني زي خالة مرات مهمة قوي بالضبط كده وبتيجي الحاجة اللي بعدها بقى الروحانيات يعني الروحانيات يعني عارفة السبيرت أو الروح أن الروح بتاعتنا تبقى مرتاح أول حاجة لما بنقول روحانيات هي علاقتنا بربنا يعني الإيمان بالله وأياً كان بقى الزين ولكن الإيمان بالله هو بداية الروحانيات أن الروحانيات مرتاح تاني حاجة بتيجي هي الهوايات أن الشخص اللي مش بيمارس الهواية فحياته دايماً بيكون نقصه حاجة كبيرة قوي يعني اللي بيروح شغله بس تهي حاجة كويسة طبعاً بس إنه بيعمل هواية قد إيه روحانياته بتكون مرتاحة أكتر وبيكون حاسس كده براحة نفسية جداً الرياضة من الحاجات برضو اللي هي مش بقى عشان الحياة الصحية بس عشان روحانياتنا ترتحن بقى سبيرت واللي كده أو روحانياتنا هادية فعارفة ليه منظومة متكاملة بعد كده بتيجي بقى الكونكشنز أو العلاقات الإنسانية يعني العلاقات الاجتماعية ما بين الناس وبعضها دي برضو بتفرق؟ عرفق مكالمة التليفون الخروجة الحاجات اللي احنا بنشوفها ايه يعني ما عنديش وقت ليها قد إيه بتفرق؟ يعني الناس اللي هي دايماً علاقاتها بالشات بس على الموبايل أو بتبعت رسائل بس أو هي بتعمل علاقات اجتماعية ولكن مش مؤثرة عليها لأن ما فيش تواصل التواصل والعلاقات الإنسانية لما بتحصل الفيس توفيز دي أو الوجه الوجه دي بتفرق جداً يعني إن ننزل اتنين صحاب ناخد القهوة مع بعض ده بيفرز عندنا هرمونات السعادة يعني بيبدأ يطلع هرمونات اللي بتخلينا سعدة واحنا يعني كلنا بنبقى عايزين كل وقت نبقى سعدة ومش عارفين صح فده برضو من الحاجات المهمة جداً